أعلن وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبدالجليل بأن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها بلغت 10.6 مليارات درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023 أي بزيادة تصل نسبتها إلى 43% وأضاف السيد الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية المقبلة أن هذه الاعتمادات تتوزع بين قطاع النقل السككي والنقل الجوي والنقل الطرقي والسلامة الطرقية واللوجيستيك والنقل البحري ثم القطاعات الأفقية من جهة أخرى أكد السيد الوزير أن هذا التطور الذي عرفه الاستثمار العمومي في قطاع النقل واللوجيستيك يؤكد الاهتمام المتزايد الذي تليه الحكومة لهذا القطاع وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في إنجاح مختلف التحديات المستقبلية والمرتبطة بجل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي نفس السياق استعرض السيد عبد الجليل منجزات الوزارة خلال السنة الجارية ومخطط العمل لسنة 2024